وقع سماع أرمالة الشهيد زوجة الشهيد وقع سماع أبناء الشهيد ووقع سماع بعض الجيران هذا ما هو موجود في ملف الشهيد محمد الابراهمي في إطار البرنامج الرسمي لأربعينية الشهيد محمد الابراهمي أعلن حزب التيار الشعبي على أن يوم السبت الموافق للسابع من شهر سبتمبر 13 و2000 سيكون يوم التعبئة بحج أكبر عدد من الجماهير بساحة باردو بعد الساعة الخامسة مساء وذلك بعد أن تتلى الفاتحة أمام ظريح الشهيد على الساعة العشر صباحا الأمور تتجه إلى 7 سبتمبر وهو موعد أربعينية الشهيد سيكون بإذن الله يوما تاريخيا ومحطة مفصلية في تاريخ تونس نعتقد أنه سيكون يوما ضخما للتعبئة الشعبية الجماهيرية وللحجد من مختلف مدن الجمهورية ومن مختلف أحياء تونس العاصمة من أجل حجد أكبر عدد ممكن من الجماهير من أجل في ساحة باردو بعد الساعة الخامسة من أجل فرض تحقيق هذه المطالب لأن هؤلاء لا يؤمنون بالحوار لا يؤمنون بالديمقراطية الذي يؤمنون به هو المواجهة المدنية السلمية من طرف عامة الشعب من أجل تحقيق مطالبنا في إسقاط هذه الحكومة والله أتمنى السلامة لتونس وأتمنى أن تكون دم دماء الشهيد محمد براهمي آخر دماء طرق في تونس لأن شعبنا لم يتعود على الإغتيالات وعلى مناظر الدماء وأتمنى أنه اللي صار معي ومع أولادي ما يتعودش مع أي أسرة تونسية وأي أسرة عربية وأي أسرة في الدنيا من جهتهم أكد بعض أعضاء حزب التيار الشعبي عن استنكارهم للوضع الراهن بتونس معتبيرين أن الأزمة تعمقت بسبب الحكومة وبسبب ما يقع داخل المجلس التأسيسي بالنسبة لنا نحن قلنا موقفنا من يوم الأول للتالي الشهيد الحاجب عامد براهمي أن الأمر اللي كان قايا منذ 23 أكتوبر انتهى إلى طريق مزود وإذا كان التونس يحب يجدوا حل يزمن يجدوه من خارج السياق من 23 أكتوبر وأعتقد أن كل مؤسسات من فيما مجلس التأسيسي وغيرها معناها تخل في أزمة حادة وأصبح عباء على الحياة السياسية وإذا متونسا ما يخافوش وعملية التخويف أنه عندما ندخلوا في الفوضى ما ندخلوش في الفوضى كانوا لكلنا معناتها متفقين أنه المجلس التأسيسي ما أديش دوره وأنه معناها انتهاء سياسيا وقانونيا في الوقت هذا النجم نتحرره ونجم نفكره ونجم نجدو الحلول من غير ما نطيحوا فيه مطابيات متاع التهويل والفوضى وغيرها وكذا وكل شيء مش ممكن والدليل أنه معمرنا ما نطحنا في الفوضى وخرجة أنظمة وتحت حكومات ومسارحة شيء بالنسبة لنا أحنا كالتيار شعبي يعني الأزمة موجودة ولا بد من الاعتراف بوجود أزمة والأزمة هذه عندها أزمة عندها مدة وهي تكبر والسلطة الحاكمة والترويكة ما حبش توافق على أنه وإلا تقعد مع مكونات المجتمع الأحزاب ومكونات المجتمع المدني من أجل حل المشكلة هذية ثم رغبة في السيطرة على الوضع في تونس رغبة في وضع اليد على كل مؤسسات الدولة وفي نفس الوقت عدم سماء عدم إصغاء لمكونية المجتمع اللي هي تمست بالوضع هذية وهذا أدى إلى الفجوة بين ترويكة الحاكمة وبين الأحزاب المعارضة أني بدأت تتكبر وبدأت تتضعف وهذا يأدى إلى وجود الأزمة هذه ما يحصل في البلاد فهي أزمة معناها أزمة عميقة وأزمة صحيحة وخطيرة ابتدأت منذ انتخابات 23 أكتوبر من أن جاءت حركة النهضة للحكم أزمة الوضع الاجتماعي للبلاد أزمة الوضع الاقتصادي والوضع السياسي للبلاد بتعلية الشرعية التي نعلم نحن أية شرعية هي هي شرعية المال السياسي الفاسد هي شرعية الرشوة هي شرعية العمالة للأجنبي عائلتين شهيدين شكري بالعيد ومحمد لبراهمي لا يزالان إلى اليوم في انتظار معرفة حقيقة ما حصل ومعرفة من وراء هذه الاغتيالات لكن ما يحصل على ساحة السياسية اليوم زاد من تعميق الأزمة إذ كثرت قضايا الاستشهاد في الشعامبي وغيرها مما يجعل القضاء مشتتا بين هذا وذاك الاستجلاء الحقيقة